مطهرين رواقع التابعين ودار مقامتي إنه ولي ذلك والقادر عليه حبة في الله بنلتقى لله دي مع تابعي جليل علم من علام التابعين هي قصته مؤثرة جدا وموقفه كان لي موقف عظيم جدا موقف ذات ما زال الأئمة والعلماء والدعاء يعني يذكرون هذا الموقف عبر الأجيار وبيعملوه وبيذكرون على سبيل يعني أن يكون درسي فعلا لكل جيل على أن أي إنسان سلق طريق العلم والدعوة إلى الله لابد أن يصبر على الابتلاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر ديني فكلما تزداد التزام وكلما تزداد طاعة لله سبحانه وتعالى كلما يشتد عليك البلاء يعني سبحان الله وده من غلوتك عند ربنا لإن النبي قال كده وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ربنا يرزقنا إياكم نعمة الرضا ونعمة الصبر على البلاء وأسأل الله عز وجل أن يعافينا إياكم من كل بلاء ويجمعنا إياكم مع سيد الأطقياء صلى الله عليه وسلم ضفنا لله دي هو سعيد ابن جبير الإمام المفسر العلم الشهير من أكابر أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما كان من أئمة الإسلام في التفسير والفقه وأنواع العلوم بل وكثرت العمل الصالح كان حبشيا أسود اللون مفلفة للشعر قوي الجسم دي كانت مواصفات سعيد ابن جبير الحقيقة هو أخذ علمه عن طائفة كبيرة جدا من الصحابة لكن كان أستاذه الأول كان الأستاذ الأول لسعيد ابن جبير هو عبد الله ابن عباس كان فعلا بيلزم عبد الله ابن عباس وكان بيتعلم على أديه من فنون اللغة والتفسير والتأويل والفقه إلى غير ذلك الكثير والكثير لحد أما لما اكتمل علم سعيد ابن جبير أهل الكوفة اتخذوا سعيد ابن جبير إماما علما لهم فكان إمام أهل الكوفة وكان لما يصلي بيهم كان أحيانا يقرأ بقراءة زيد بن ثابت وأحيانا يقرأ بقراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه جميعا وتوافد طلاب طلاب العلم على سعيد ابن جبير من كل مكان خلاص اتعرف ده مين ده تلميذ ابن عباس وكان من أقرب الناس إلى ابن عباس رضي الله عنه ولذلك فعلا كان كل اللي يحزي أطلب العلم يقول لك أطلب العلم على يد سعيد ابن جبير اللي ده كان تلميذ ابن عباس وابن عباس هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فاستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان ابن عباس حبر من أحبار هذه الأمة المباركة وكان ترجمان القرآن رضي الله عنه وارضا لذلك لدرجة أن سيدنا عبدالله ابن عباس كان لما يجيروا ناس يسألوه ويستفتوه خذ بالك أي حد من أهل الكوفة كان يجي يستفت ابن عباس يقول كيف أفتيكم أليس فيكم ابن أم الدهماء اللي هو سعيد ابن جبير فيقول هنا بلى فيقول لا أفتيكم وفيكم سعيد ابن جبير وده طبعا من طواضع العالم لأنه هو الأستاذ وسعيد ابن جبير هو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما حقيقة كان من كتر عباته وقربه من ربنا سبحانه وتعالى ومن كتر إخلاص نيته لله سبحانه وتعالى كان مجاب الدعوة لدرجة أنه كان حصل مرة موقف عجيب جدا أن سعيد ابن جبير كان عنده في البيت بتاعه كان فيه ديك الديك دوت كان يعني إيه كان يؤذم قبل الفجر كده بساعة مثلا الحاجة أو ساعة ونص عشان يوقظه للصلاة فأم يصلي قيام الليل ويصلي الفجر فكان في يوم الأيام يعني سعيد ابن جبير نام وخلاص بقى يعني يعني بيقول أكيد ديك طبعا هيؤذن فبالتالي هسمع صوته فهو ما صلي فلم يؤذن ولم يصح ديك في هذه الليلة لحد الصبح فسعيد ابن جبير صعب عليه والداء وانتعرفين أي إنسان حافظ على قيام الليل وصلاة الفجر بيبقى أكبر ألم بيصيب قلبه هو أنه هو يصحى يلاقي نفسه يعني ما صلاش لقيام الليل ولا فجر فسعيد ابن جبير زعل فبيقول لي ديك يبيله ما لك قطع الله صوتك فقطع صوت ديك ولما يسمع بعد ذلك فكانت أم سعيد ابن جبير تقول له يا بني سألتك بالله لا تدع على أحد أبدا أوعى تدع على حد لحسن ربنا يستجيب دعاك في هذا الإنسان كان سعيد ابن جبير الحقيقة كان بيصلي كتير قوي ودايما للإنسان المحب لله كفير الصلاة لقد دي حبيبنا وأسوتنا بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يقول حب بقى لي من دنياكم الطيب والنساء لكن أجمل حاجة وجعلت كرة عيني في الصلاة وكان يقول أرحنا بها يا بلال وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وفزع إلى الصلاة في يوم بدر وفي يوم الأحزاب كما قص علينا ذلك علي بن أبي طالب وحذيفة بن يمان سبحان الله تلقى الصلاة بتستغرق أحوال العبد في كل حياته فكان هو كثير الصلاة والذكر وقراءة الكرآن وكان يتنفل كثيرا وكان يقول لابنه إيه يقول له والله يا بنيا إني لأزيد في الصلاة رجاء أن يحفظني الله فيك فاكر قول المولى عز وجل وكان أبوهما صالحة حطة بتاعة الولامين اللي كانوا في صورة الكهف إن ربنا سبحانه وتعالى سخر لهم اتنين من الأنبياء الخضر عليه السلام وطبعا الراجح أن هو نبي ودلي على ذلك قول المولى عز وجل حاكينا على لسان الخضر أنه قال وما فعلته عن أمري يعني بواحي من الله وهذا أكبر دليل على نبوة الخضر فالخضر عليه السلام وسيدنا موسى عليه السلام وده رسول من قول العزم الخمسة فربنا سخر له نبي كريم ورسول كريم علشان يبنوا الجدار للغلامين دولت ليه كل دوت ليه عشان لما يكبروا ياخدوا الكنز بتاعهم اللي موجود تحت الجدار وكانت العلة وكان أبوهما صالحا فكان سعيد بن جبير يقول لابنه والله يا بني إني لأزيده في الصلاة في اليوم والليلة رجاء أن يحفظني الله فيك وكان يخرج إلى مكة مرتين كل سنة مرة للحج ومرة للعمرة مرة يروح يحج ومرة يروح يعتمر فحياته كلها كانت مثال جميل قوي قوي للرجل العابد الزاهد العالم اللي ما بيضيعش لحظة في عمره يا جماعة ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصانا وعرفنا قيمة الوقت وقدر العمر وقال كم عند البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقتك وعمرك وكنزك الحقيقين وقال صلى الله عليه وسلم اغتنم اغتنم خمسا قبل خمسا شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وفراغ قبل شغلك وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك الح نفسك واغتنم كل لحظة لأن يوم القيامة ستعرض عليك حياتك ويعرض عليك يومك على صورة 24 خزانة كل ساعة ذكرت فيها ربنا تلقاها من وورا وكل ساعة غفلت فيها تليها لم نورا ولا مظلمة وكل ساعة عصت فيها ربنا تلقاها سوداء مظلمة فهتندم على كل لحظة ولذلك كم من أسماء يوم القيامة وأسماءه كثيرة جدا أسماء يوم القيامة كثيرة لعظم هذا اليوم فكان من دون أسماءه يوم الحصرة قال جل وعلا وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلاتهم لا يؤمنون إيه اللي شغالهم عن ربنا الدنيا إن نحن نارث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون حقيقة يعني زي ما قلت لك سعيد بن جبير كان يعني ما شاء الله كان كمة في العباد لكن دايما أي إنسان عابد أي إنسان عالم أي إنسان قريب من ربنا لازم يكون ليم إحنا وابتلاء ويقرأ بقى في كتب التراجم لو جبت كتاب مثلا سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله رحمة الله وسعه كان يقول إيه لما يجي وترجم لأي إمام الأئمة الكبار يقول مثلا ميلاده نشأته شيوخه تلاميذه مصنفاته لازم تلاقي من ضمن العناصر اللي بيذكرها محنته هي كده لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلان ألم بي ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على قدر ديني مدام عندك دين مدام عندك أخلاق مدام مدام لابد تلاقي في المقابل شياطين إنس حواليك عايزين بقدر إمكان يأذوك يهدموك يحاولوا وعطلوك يبعدوك عن طاعة ربنا يحاول بقدر إمكان يجلوك لطريق الشر اللي هم فيه ابتلاء فالإنسان لابد أن يصبر ويثبت فالمهم فالإمام سعيد بن جبير كان ليه محنة كبيرة أوي مع هذا الحاكم الظالم الغشوم الحجاج ابن يوسف الثقفي حياة في خلافة بني أمية على ما كان فيها من خير إلا أني كان فيها ابتلاء شديد جدا ففي خلافة بني أمية ظهر الظلم وخرة الصلاة وثار العلماء والقراء على بعض الخلفاء وسفكت الدماء وكانت فتنة كبيرة جدا حصلت في عصر بني أمية كانت الكوفة اللي كان عايش فيها سعيد بن جبير كانت هي ديت يعني خاضعة للحجاج ابن يوسف الثقفي ده كان طبعا عامل يعني من عمال البني أمية على بلاد العراق فالحجاج ابن يوسف الثقفي كان ماسك العراق والكوفة كانت تحت سيطرته ومن اللي عاش في الكوفة سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه فكان الحجاج والين على العراق والمشرق وبلاد موراء النهر من قبل بني أمية وده بعدما قتل بعد قتل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وعنبيه وخضوع العراق لسلطان بني أمية ويعني أخمضت النيران بعد ذلك وعادت العراق إلى سلطان بني أمية الحجاج ابن يوسف الثقفي أشاع الرعب في البلاد الناس تيعبت جدا في عصره ده كان يحكي عنه مقولة أنه كلمة يطلع يخطب الجمعة كان يمسك السيف ويقول يا أهل العراق إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت خطافها كان عليف جدا جدا وكان سفاكا للدماء كان سفاكا للدماء كان أسهل حاجة عند الحجاج ابن يوسف الثقفي هي قتل الناس وقتل الأبرياء كان يعني كان سلطانا غشوما في يوم بالأيام ربنا يقدر أن يحصل صدام بين الحجاج ابن يوسف الثقفي وبين واحد من أكبر القوات بتوع الجيوش بتوع الحجاج ابن يوسف الثقفي اسمه الرجل ده اسمه عبد الرحمن ابن الأشعف عبد الرحمن ابن الأشعف إيه سبب الخلاف اللي حصل ما بينه وما بين الحجاج وبحكي لك بقى القصة إيه سبب الفتن اللي حصلت بين الحجاج ابن يوسف الثقفي وبين سعيد ابن جبير كان بدايتها من موضوع عبد الرحمن ابن الأشعف عبد الرحمن ابن الأشعف ده أكبر قوات الحجاج ابن يوسف الثقفي فالحجاج طلب من عبد الرحمن ابن الأشعف إنه هو يروح يخزه ردبيل اللي هو ملك الترك على مناطق ورأس جستان اللي هي بلاد بين إيران وبين أفغانستان قال له عايزك تروح تاخذوا المنطقة ديت وخبالك فراح وفي الفعل راح عبد الرحمن ابن الأشعف وانتصر عليهم وغنم غناء مكفرة جدا وأرسل رسولا من طرفي إلى الحجاج ابن يوسف الثقفي عشان يزفوا إليه خبر النصر المؤذر دوت ويبعت له خمس الغنائم عشان توضع فيه خزانة بيت مال المسلمين ومع الخمس اللي بعته ده ومع الخبر الجميل دوت بالنصر المؤذر اللي حصل دوت بعت له رسالة بيستأذنه عبد الرحمن ابن الأشعف بيستأذن الحجاج ابن يوسف الثقفي بيستأذنه إنه يوقف القتال لفترة معينة لحد ما يختبر بس مداخل البلاد ومخارجها مكان أول مرة يروحه فعايز بس إيه يعني يختبر مداخل البلاد ومخارج البلاد عشان ما يحصلش أي مشكلة وما يحصلش إيه يعني إنه يغامر بالجنود في منطقة هو ما عرفهاش فيحصل مشكلة فيخسر الجيش فكان بيحاول بقدم كانوا إيه يؤجل القتال لفترة بسيطة يدرس فيها مداخل البلاد ومخارج البلاد ويحط خطة يعني محكمة عشان يقدر يخزوا هذه البلاد بعت الرسالة للحجاج الحجاج كان بطبعه عنيف ما عندهش صبر فأول ما وصلته الرسالة راح متهم عبد الرحمن بن الأشعف بإنه هو إنسان جبان وإنه هو لا يحب الجهاد وإنه هو كذا وإنه هو هيخلعه من قيادة الجيش وإنه هيرفده وإنه وإنه فالراجل لا الموضوع مش مستهل اللي هو بيعمله ده إيه اللي خليه أعمل كده ده الموضوع أبسط من كده ده أنا انتصرت وبعت لك خمس الغنائم والموضوع زي الفل ما فيش أي مشكلة كل ما في الأمر بقولك أجلني بعض الأيام لحد دماء إيه يعني أخلص أدرس أعمل دراسة موضوعية كبيرة اللي ما داخل البلاد ومخارجها عشان ما غامرش بالجيش إيه اللي خليك تقول هرفدك وهعمل وإنت جبان وإنت فبدأ عبد الرحمن بن الأشعف ياخد قرار معين ولكن بعد رجع للقواد اللي معاه عشان يستشرهم في أمر الحجاج ابن يوسف الثقافي يطرى إيه اللي هيحصل في الموقف ده ده اللي احنا هنعرفه بعد فاصل قصير صلى على الحبيب مطهارين رواي عودة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل إخواني وإحبابي نكمل قصة سعيد ابن جبير رحمه الله رحمة واسعة قلنا يا جماعة أنه لما الحجاج ابن يوسف الثقافي بعت أكبر قوات جيشه اللي هو عبد الرحمن بن الأشعف عشان يغزوا رطبيل اللي هو ملك الترك وعشان يوصل لبلاد سجستان اللي هي بلاد بين أفغانستان وبين إيران وفعلا انتصر وبعت له خمس الغنائم وبعد ما بعت له خمس الغنائم بعت معها رسالة أنه هو هيوقف القتال لمدة بسيطة جدا عشان يدرس مخارج البلاد ومداخلها ويحط خطة محكمة لغزو بقية البلاد اللي موجودة هناك فما كان من الحجاج وكان طبعه جديد جدا اللي أنه على طول في ساعتها اتهم عبد الرحمن بن الأشعف بأنه إنسان جبان وأنه لا يحب الجهاد فما كان من عبد الرحمن بن الأشعف إلا أنه راح مجمع قبار القوات والمجاهدين اللي معاه وقرع عليهم الرسالة بتاعة الحجاج ابن يوسف الثقافي وقال لهم إيه رأيكم أعمل إيه فقالوا له والله يعني هذا الرجل يعني بلغ درجة عالية جدا من الظلم فما علينا الآن إلا أن نخرج عليه وننبذ البيعة بتاعة الحجاج ابن يوسف الثقافي ونحارب هذا الرجل قال لهم يعني اتكم في إيدي من البلد كده إتكم في إيدي إن إحنا نتخلص من الحجاج ابن يوسف الثقافي قالوا لهم إيدنا في إيدك وخلاص واتفقنا وخلاص ويعني ده عهد بينا وبين ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا بنبايعك على إن إحنا يعني نقاتل الحجاج ابن يوسف الثقافي ونؤذرك لحد ما نتخلص منهم بالفعل عبد الرحمن بن الأشعف اللي هو كم من أكبر قوات الحجاج ابن يوسف الثقافي راح مجمع الناس وراحوا قبلوا جيش تاني من جيوش الحجاج ابن يوسف الثقافي ودهر قتال كبير جدا جدا يعني سفكت فيه الدماء وكان النصر في بداية الأمر لصالح عبد الرحمن بن الأشعف انتصر على الحجاج ابن يوسف الثقافي وفي أثناء الحرب اللي كانت بين الحجاج ابن يوسف الثقافي وعبد الرحمن بن الأشعف حصل موقف كده عجيب جدا الموقف ده كان في صالح عبدالرحمن بن الأشعف ايه هو جماعا ولاة الأمصار اللي موجودين بدأوا يبعثوا خطابات يعني مؤلمة جدا للحجاج ابن نوسف الثقافي في نظر موجودة نظر هو كانت مؤلمة لم يكنش مؤلمة ولا حاجة ان هم بعتوله قالوله ان اهل الزمة اللي هم غير المسلمين اللي هم فيه بينهم وبين المسلمين عهده وبيدفعوا الجزية سنويا لما حبوا يهربوا من دفع الجزية دخلوا في الإسلام عدد كبير جدا جدا وخلاص وكده طالما دخلوا في الإسلام فما فيش جزية عليهم فالجزية تمنعت وما بقاش فيه ولا مليم والجبايات كلها أفلست والخراجت محل وما فيش أي فلوس نقدر نستعين بها على تدعيم الجنود والجيوش بتاعتك فدي هتعرض الجيش لمشكلة كبيرة جدا انه ما فيش إعانات ولا فيه أموال نقدر نصرفها على الجيش في الوقت ده طبعا يعني الحجاج راح خد قرار برضو سريع وهو كان قراراته كلها قرارات سريعة جدا وقرارات قصية جدا جدا هم قالوله الناس دخلوا في الإسلام وجم بقى من القرى اللي كانوا عايشين فيها ونزلوا المدن واشتغلوا واحتلوا المدن فحصل مشكلة كبيرة ان المدن كلها زحمت بالناس ديت وفي نفس الوقت ما بقاش فيه أي فلوس بيدفعوها بالمرة ما فيش أي خراج جاي ولا جبايات جاية ولا جزة ولا أي حاجة وبالتالي ما بقاش فيه أي فلوس في خزينة الدولة يا أميرين حجاج ابن يوسف أصدر قرار على طول إلى ولاته في البصرة وقال لهم بأمورهم أن هم يجمعوا كل اللي نزحوا من القرى ونزلوا المدن يرجعوهم تاني للكرى مرة تانية بعدما الناس بقى كانت نزلت وسكنت واشتغلت وعرفت أماكن شغلها وخلاص خدوا على المكان وقعدوا بقى مصدر سكون في المكان ده راح أمر الولاء أن هم يرجعوهم للكرى مرة تانية وأن هم يبعدوهم عن المدن طبعا النساء خرجت هي والرجال والأطفال وأخدوا بيصرخوا ويصوتوا وتعبالين ومدقين جدا وبيشكوا من ظلم الحجاج أنه هو هيرجعوا مرة تانية للقرى بعدما نزلوا وخلاص اشتغلوا وعرفوا أماكن شغلهم وأكلوا عيشهم زي ما بيقولوا وبعدين لما عملوا كده إلا حصل أن فقهاء البصرة وقراء البصرة خرجوا وتعاونوا واستجابوا لكلام هؤلاء الناس وقالوا نقف معهم ونحاول بقدر إمكان أن احنا نتوسط لهم علشان يفضلوا موجودين بدل ما يرجعوا للكرى مرة تانية وإحنا بنحمد ربنا أنهم أسلموا فوقفوا معاهم وقفة جمدة جدا لكن مقدروش ينفعوهم بأي حاجة بكل أسف فأخذوا يعني يبحثون عن أي مخرج في اللحظة ديت اغتنم الموقف دو عبد الرحمن بن الأشعف قال الناس ديت كلهم ثيرين ضد من؟ ضد الحجاج ابن يوسف الثقافي فطالما هم كلهم ثيرين ضد الحجاج أنا أخذهم بقى بصفي فراح للكراء وفقهاء البصرة وقال لهم يعني طبعا الموقف اللي واخدوا الحجاج ده موقف ظالم جدا جدا إنه يرجع الناس ديت بعد أما أسلمت يرجعهم تاني للقرى بتاعتهم هم خلاص اشتغلوا وعاشوا هنا واتخذوا المكان ده مصدر رزق لهم وحياتهم فكونوا يرجعهم ده ابتلاق كبير لهم فإيه رأيك وإيه دفقتكم نخلص على الحجاج ابن يوسف الثقافي قالوا له إيدنا في إيدك فوقفوا مع عبد الرحمن بن الأشعف وكان من دون الناس اللي سندت عبد الرحمن بن الأشعف في الموقف دو كان الإمام العلم سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلة والإمام الشعبي وأبي البختوري وغيرهم كتير وكتير من فقهاء الكوفة والبصرة ومن العلماء والقراء ووقفوا كلهم وظهرت راحة حرب كبيرة جدا يا جماعة بين عبد الرحمن بن الأشعف اللي هو كان أصلا من أكابر قوات الحجاج ابن يوسف وبين الحجاج ابن يوسف الثقافي دار ما بينهم حرب كبيرة جدا كان في بداية الأمر كانت الجولة لصالح أيضا عبد الرحمن بن الأشعف وفجأة ما تعرفش إيه اللي حصل استعاني الحجاج ابن يوسف بقوات وقوات كبيرة جدا من بره واستطاع أنه يهزم عبد الرحمن بن الأشعف وما كان من عبد الرحمن بن الأشعف اللي أنه فر هاربا وطرق كل الناس ديت في المحنة الكبيرة اللي وقعوا فيها ديت وطبعا في الوقت دوت على طول الحجاج ابن يوسف راح قابض على الجيش بتاع عبد الرحمن بن الأشعف وطلب منهم بالإكراع أنهم يجددوا البيعة للحجاج ابن يوسف على العراق بما فيها الكوفة والبصرة مرة تانية فجددوا البيعة مع الحجاج ابن يوسف لكن الناس اللي خرجوا وكلهم كانوا عايزين نظر أنفسهم للجهات في سبيل الله وأنهم يتخلصوا من ظلم الحجاج ابن يوسف دولة ما قدرواش يقفوا وإنما فروا وبعدوا عن أعين الحجاج ابن يوسف لأن كلهم كانوا نفضين حكم الحجاج ابن يوسف الثقفي هذا الطاغية اللي كان سفاكا للدماء وكان من ضمن الذين فروا وهربوا كان سعيد ابن جبير رحمه الله رحمة وسعى بدأ بقى الحجاج يجمع الجيش اللي كان بيحربوا له بتاع عبد الرحمن بن الأشعف وبدأ يسمع منهم البيعة واحد واحد وطلب منهم جملة عجيبة قوي أن كل واحد فيهم يقف يقوله أنا لما تركت باعتك كنت كافر وقد عطت للإسلام ببيعتك فطبعا منهم من وفق ومنهم من رفض اللي كان بيرفض يقول أنا كنت كافر بطرك باعتك اللي كان بيرفض يقوله كلمة دي كان الحجاج كان بيقتله واللي كان بيقوله أنا فعلا كنت كافر لما تركت باعتك وعطت للإسلام لما رجعت باعتك كان بيتركه سالما آمنا بدون أي عقوبة فطمخضت هذه البيع عن سبع تلاف واحد يا جماعة شهد على نفسه بالكفر لما ترك باعة الحجاج وشهد لنفسه بالإيمان لما عاد وباعة الحجاج مرة تانية وكان من ضمن المشاهد المؤثرة جدا اللي أثرت في ناس كتيرة جدا وناس كتيرة زعلت وحزنت عليه إن رجل كبير في السن عنده حوالي 80 سنة لما عرف إن الناس طلعت عشان تجدد البيع للحجاج ابن يوسف على العراق فراح دخل عليه وقال له يعني ما زلت يا أمير المؤمنين منذ شبك نار الحرب ما زلت مبتعدا وراء هذا النهر أنتظر نهاية القتال فلما انتصرت أتيتك مبايعا فقال يا الحجاج تبا لك أتقعد متربصا ولا تقاتل مع أميرك أتشهد على نفسك بالكفر قال بئس الرجل أنا إن عبدت الله عز وجل ثمانين سنة ثم أشهد على نفسي بالكفر قال إما أن تفعل ذلك وإما أن اقتلك قال اقتلني فما بقي من عمري إلا اليسير فقتل هذا الرجل الكبير في السن اللي هو سنه معدد ثمانين سنة قتله الحجاج شر قتله لأنه لم يشهد على نفسه بالكفر طبعا أخبار المدحة ديت وصلت لمن بقى؟ وصلت للعالم العابد الزاهد الإمام العالم سعيد ابن شبير رحمه الله رحمة الله وسعة فحس إن هو أكيد هتيجي لحظة حاسمة هيقف فيها بين إيدين الحجاج ابن يوسف الثقافي وأكيد هينتقم منه لأنه هو وقف مع عبد الرحمن بن الأشعف ضد الحجاج ابن يوسف الثقافي وبالفعل سعيد ابن جبير بدأ ياخد بالأسباب لأنه عارف إن الحجاج بيدور عليه والحجاج فعلا بدأ يتتبع الناس اللي هربت وبدأ يبحث ويوصل جنود بتوعه أي واحد كان واقف مع عبد الرحمن بن الأشعف ضدي اقبضوا لي عليه فورا وهتهولي لو جدد لي البيع وشهد على نفسه بالكفر هنسيبه ولو ما جددش البيع ولا ما يشهد على نفسه بالكفر هنقتله في ساعتها على طول وبالفعل سعيد ابن جبير بدأ يرحل من بلد لبلد ويستخبى في أي مكان يبقى تبيع عن أعين الحجاج ابن يوسف الثقافي استمر قد إيه سعيد ابن جبير مستخبي وبعيد عن الحجاج ابن يوسف الثقافي عشر سنين كانت كفيلة يا حبايب قلبي بإن نار العداوة والغل الموجود جوه قلب الحجاج ابن يوسف إن هي خلاص تخمت بقى وينساها لكن عيازا بالله في ناس قلوبها ربنا يا ربي يعافينا وعافيكم الحمد لله الذي عفانا من هذا في ناس قلوبها مليانة غل وحقد وكر مهما مرت عليهم الأيام والسنين برضو الغل في قلوبهم وبرضو الكره في قلوبهم ما بيعرفوش التسامح هؤلاء الناس هم أبعد الناس عن رحمة الله لأن حبيبنا ما تصد عليه صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم الإنسان اللي بيسامح ربنا بيسامحه واللي بيغفر ربنا بيغفر له واللي بيرحم ربنا بيرحمه إنما يرحم الله من عباده الرحماء يعني من لا يرحم لا يرحم سبحان الله تمر الأيام وتحصل مفجأة كبيرة جدا في حياة سعيد ابن جبير كانت سبب أنه يتقبض عليه ويروح حشان يقف في أكبر موقف شاهده التاريخ ما بين الحجاج ابن يوسف الثقفي وما بين الإمام العلم الكبير القدوة الزاهد سعيد ابن جبير حصل إزاي الموقف ده وإيه المشكلة اللي حصلت وإزاي قدروا يوصلوا لسعيد ابن جبير سعيد ابن جبير سعيد كان مستخب فيه بعض الكرة الصغيرة اللي موجودة في مكة لكن قدروا يوصلوا له إزاي ومين اللي أبض عليه ومين اللي وصلوا للحجاج ابن يوسف والحوار الكبير اللي دار بين سعيد ابن جبير وبين الحجاج ابن يوسف الثقفي ده فعلا محتاج أن احنا نعيش معاه حلقة تانية ونشوف الحوار العجيب العجيب فعلا اللي دار بين سعيد ابن جبير وبين الحجاج ابن يوسف الثقفي حوار من أجمل ما ستسمع وهأرها لك من ورقة كلمة كلمة عشان تشوف عظمة هذا الإمام العالم المجاهد رحمه الله رحمة واسعة خير وحبيبي الوقت بيجري معنا بسرعة وبكنا نلتقي إن شاء الله مع الحقة الثانية والأخيرة من حياة المجاهد العالم الكبير سعيد بن جبير رحمه الله رحمة واسعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثونا عن كرام تابعين